شافته وهو بيعمل علاقة محرمة مع مرات أخوه فخلص عليها ورماها في الترعة لكن اللي عمله في جثتها بعد ما ماتت مفيش بشر ممكن يعمله ولو حتى كان من نسل الشيطان استن من محافظة الشرقية كان بيشتغل نقاش وممكن بالسبب ظروف شغله كان بيسافر للمحافظات كان من عائلة محترمة وكل أهل البلد بيشكروا فيه وعلشان كده يوم ما تقدم لعبلة بنت الجرآن واللي كانت سكنة في البيت اللي هو لازم قبله على طول والحقيقة أن الإسلام كان مشهور بأخلاقها حفظة قرآن وكل الأطفال والكبار بيحبوها مفيش بعد كده اللي اتنين تجوزوا وعايشوا في بيت عائلة في الأول الحياة كانت وردية لكن مع الوقت تحولت لحياة كلها مشاكل وخلافات صحيح كلها كانت خلافات بسيطة بس بسبب تدخل أهل الإسلام في كل حاجة كانت المشاكل بتكبر لحد ما سبت له البيت وراح يتعد عند أهلها بس من غير ما تكشف عن أي تفاصيل عن أسباب الخلاف لأي حد بس أهلها قدروا يصلحوا ما بينهم ورجعت عزى البيت وكل حاجة بقت أحسن لكن المشاكل رجعت تصغر بعد الأسبوع بالزبط وكل ده ومحدش فاهم إيه السبب الأساسي والكل فاكر إنها خلافات فلوس أو ضغوط معيشة لحد ما الموضوع كبر والخناء لأول مرة توصل إن إسلام يكسر تليفون عزى وكمان ياخد الشريحة منه وكمان رفوضي جيب لها واحد جديد وخليها تكلم أهلها من عنده وتقولهم إنها بخير وإن تليفونها تكسر وتاني يوم كان في فرح كبير في البلد وكان أهالي القرية مشغولين به لدرجة إن الشوارع كلها فضية وقتها إسلام طلب من عزى إنها تخرج تجيب فكهة وطلبات للبيت بس حصلت حاجة غريبة جداً وهو إن عزى خرجته وما رججش إسلام قلب الدنيا عليها وكان بيدور عليها في كل مكان وأهلها ما سابوش حد ما سألهوش عن عزى لدرجة إن واحد من قريب عزى حط صورتها على الفيسبوك وطلب من الناس يساعدوا في البحث عنها بس ما فيش أي أخبار وبعد ثلاث أيام الشرطة قدرت توصل لها أخيراً بس للأسف وهي جثة مرمية في الترعة والتأرير الأولية بتقول إنها غرقت بس أهل عزى كان ليهم رأي تاني وقالوا إن بنتهم مقتولة واللي خلاهم يقولوا كده إن عزى ودنها كانت مقطوعة وعلى وشها أثار خربيش وجروح يعني أكيد ما غرقتش لكن ما فيش دليل واحد يقول غير كده وهنا الجهة الأمنية سألت أهل عزى هما شكين في مين كلهم قالوا إنهم شكين في جزهة إسلام والتحريات كانت على مدار أيام في كل مرة إسلام بيقول كلام وتفاصيل مختلفة بس في جنازة عزى إسلام ما كانش طبيعي كان متوتر وما فيش دمعة واحدة نزلت من عينه ودي أثار الشكوك حوالي أكتر ومع الاستدعاء الخامس والأخير لي وبعد ضغط اعترف أخيراً وقال إنه هو اللي خلص على عزى والسبب كان صدمة للكل إسلام قال إن عزى من بعد كم شهر جواز شافته وهو بيعمل علاقة محرمة مع مرات أخوه أكتر من مرة وفضلت سكتة ومرأة دالو لحد ما قدرت إنها تصوره وبعد ما مسك الدليل بقت بتهدده إنها هتفضحه وتعرف الناس حياته إسلام ما فكرش كتير وقرر إنه يخلص منها والأجل الحظ اتعمل الفرح الكبير اللي في القرية وهنا هو شاف إن دي أنسب فرصة علشان الكل هيكون مشغول وبعد ما مشي تعزى علشان تجيب الطلبات إسلام مشي وراها وضربها ضربة جندة في وشها لحد ما فقدت الوعي وبعد ما تأكد إنها فقدت الوعي رماها في الترعى لشان يباني إنها غير إيت وما يكونش في أي حاجة تقول غير كده بس اللي يوجع القلب إنه حتى ما رحمش عزى وهي عايشة ولو هي ميتة لأنه هي جثة مرمية في الترعى شافها وبدل ما يساعدها قرر إنه يسرق الدهب اللي هي لبساه ولأنه ما كانش عارف في إخلع الحلق اللي في ودنها أطاعها وهو بيشده والجروح البائية كانت من محاولته خلعه لباقي الدهب بس اللي عمله ده ما حدش كان هيكتشف جريمة إسلام وتم الحكم عليه بالأعدام وأهلها قرروا يعملوا لها عزتين بعد كشف الحقيقة وكان عزى مهيب كل أهل القرية حضروا وسموها عزى ملائك الشرقية